السلام عليكم أهلا مرحبا بكم في هذه الكناشة النميرية في هدايات الأجزاء القرآنية ونحن الآن وصلنا إلى الجزء الثالث بحمد الله تبارك وتعالى الذي يبدأ من قول ربنا عز وجل تلك الرسل وهي الآية الثالثة والخمسون بعد المائة الأولى في سورة البقرة وينتهي عند قول ربنا عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفق ما تحبون الآية وهي الآية الثانية والتسعون في سورة آل عمران فعد آيات هذا الجزء ست وعشرون ومائة آية أيها الكرام الفضلاء ويسمى بجزء تلك الرسل وقد احتوى على أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي أيها الكرام الفضلاء وفضائلها جمة معلومة واحتوى أيضا على خواتيم سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتأعني قوله تعالى آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة واحتوى على تأكيد أمر العقيدة فنسخ كل الأديان السابقة ونقض ما يسمى بوحدة الأديان بقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فهذا هو الناسخ والمنسوخ من القواعد الأصولية وأيضا احتوى على قصة الإحياء والإماتة لتوحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات فذكر قصة هذه القصص الثلاث في قصة النمرود وإبراهيم وفي قصة الذي مر على قرية وهو العزير وفي قصة إبراهيم مع الطيور الأربعة وأيضا من الأمور العقدية المهمة أيها الكرام الفضلاء في هذا الجزء هو أنه رد على الملاحدة وأكد الإيمان باليوم الآخر وأن الله عز وجل جامع الناس ليوم لا ريب فيه وضح أن الكفر محبط للأعمال وحذر أيها الكرام الفضلاء من الشبهات والشهوات ومن الأئمة المضلين الذين يدعون إلى ذلك وتكلم عن الله يصطف من يشاء من عباده إن الله يصطف آدم ونوحا وتكلم على فضل بعض الأنبياء كما ذكر في فضل عيسى وفي فضل زكريا وذكر الإيمان بالغيب وأكد عليه وذكر قصة أم مريم وقصة أم مريم في حبها للولد وعلوه الهمة في إنجاب الذرية وأيضا أكد على أمر الدعاء بالهداية وعدم الزيغ والضلال وأكد على القرض الحسن وفضل الصدقة وحذر من الربع هذا الداء العضال الذي أودى بكثير من البلدان أيها الكرام الفضلاء وهذا جزء عظيم ألظ فيه وأكثر فيه من الدعاء وصل الله عن ابن محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين